مرة كان صارت معي حادثة في العمرة انتبعت عليها مؤخرا راكبين بالباص كلياتنا وصلنا المدينة المنورة قام قال ننزلوا مدري وين بدي يروح بالباص اغراضنا كلها بالباص ورقم الباص مو معنا ومشي اجيت لبالي بقى اذا هالزلمة هرب بهالباص نيمنا نجيبه يعني هلأ قبلهم مثلا للشرطة هنيكة انه والله الزلمة اغراضنا بالباص وهرب شو رقم الباص؟ ما أبعرف شو اسم السائق؟ ما أبعرف شو موديل الباص؟ ما أبعرف اجوة يجدب عليه انت هنا فالمعاون تبعه معي بالارض لقيت بالمعاون تعالى هنا فراحنا بدنا نشتري خبز التميس لك انا وياه ما شين سوا حط هو بالدور عبينما أنا طلعت الريال حطيته كان اين عم أعده خمسة ستة بيني بينه هلأ بياخد الخبزة تبعه بيروح عبينما أستنى دول ياخد الخبزة تبعه بيكون اختفى بطلت ما عبدي أكل عطيني الريال ما عبدي اشتريه بدي تمين ماركو لانه بعرف زلمي أنا اين عم هاي القصة من شيء صلى يمكن شيء خمسة واربعين سنة اين عم سرق باص من تبعات دول اللي بيمشون تبعات الإدارة الموحدة اين عم وطالع فيه اين عم راح على الكراج عبه ركاب على حلب وطلعت الناس ومغلق معظمة عسكر دنيا مش الصبح وشد فيه ونوصل اين عم قبل مش فاح رستا على الطريق هناك اين عم طفل باص نزلوا يا شباب نزلوا عطوا دفشي عطوا دفشي شغل الباص اللعب الباص راح ايه للاخير في قرنية رجع منها رجع طاير وعالشام فرد رجع بعد ما لم نلغلي ايه نعم واخد بقى اواعي الناس وغراض الناس وكذا فالانسان لازم يتعلم دروس من الحياة يتعلم منها عبر خاصة انا اذا انت رئيس الحملة شو بدي يقول لك العالم اخي انت مسؤول عنها الغلط غلطك انت يعني ما بيقول لك والله اخي انا احنا عازريناك ما بيقول لك عازرينا وكل واحد معلومك شاري هدايا بقى بالعمرة وشاري غراض وشاري 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 وهرب الشفير ما عندنا نعرفه ما بتزبط معنا اذا السفر العاصي عند ابو حنيفة ما فيه مشكلة عنده الامام الشافعي مرفوض فكنا بالطريق نجمع ونخصر على قول على مذهب الامام الشافعي لانه ملاح يوقف انك الوقت صلاة باستراحة بيته ما مش يبدو يتم وماشي اي نعم سبع اثمان ساعات لحتى يوقف باستراحة تانية وحيانا شو بيساقي فينا لك يا عمي فيه ناس تاخد مدير للبول وقفنا بقرني ايه يلا فيه استراحة قدامنا يلا هلا بنصل وداخل مسكين عم يتقطع اي نعم ادماله مزروك ايه وغدم طاير اي نعم ماه رضياني وقف فسبحان الله يعني امور غريبة لا اجمع وقصير على قول امام الشافعي اريح له قلنا لكم لما رحنا على الحج بالمطار جمعنا وقصرنا على قول امام الشافعي اينا